موسيقى ضمن فارولا في البيت تحفى يا سلام يا سلام تحفى وبنا لو كانوا سمعوا بي يا صاحب ومصانع اتبعوا مرحبا بكم في قناة وصفات أصمر اليوم أجد لكم وصفة سهلة و بنينة واقتصادية و خطيرة الماذاق دائما أكدكم على خطورة الماذاق بلا خطورة الماذاق لا تكون وصفتنا بنينة بزاف هنا لدينا ثلاثة تحليب بحرارة الغفاء و لم تتلاجة عادي وضعت فيها ربع مغارف طعم ميزينة ماشي معمر المليح كاس يعني ماشي كاس متوسط متوسط الحجم التاعه معمر سكر هنا انتو بها السكر ديروا حسب الضوقة نتعكم اللي كان يحب السكر يدير زيادة ولي ما يحبش ينقص كمية السكر حطيت ملون غدائي باللون الأحمر وليك ايضا هنا دلتم مدلش غبرة تحبوا ديروا غبرة عادي حطيت ثانية عطر الفراولة حطيت عطر الفراولة انتم هنا اي ذوق حبيتوه مني اغورت هذي اللي اعتخدمه في الدار ديروا الضوقة اللي حبيتوه واللون اللي حبيتوه بش يخرج معه سواسوا هنا بعدما خلط كل شي بارد في بارد يعني خلطوا كل هذه المواد اللي حطيتهم الجافين والسائلين بارد في بارد ومبعد تشعلت النار تكون حرارة تحامت وستياني ماشي عالية بزاف وماشي نقصة بزاف وحتفق النار ونقعد نخلط فيها حتى ونشوفها القوام بتاعه بضيق قد نرى القوام بتاعه الوقت اللي يبدأ يعقد القوام بتاعه ونشوفه اول تباق بيقه يعني اول ما تخرج منها يعني تبدأ تغلي انطفوها ما خلوه شوين يعقده يجمد بزاف غير جسد يبدأ يبدأ حنا نحسو به القوام بتاعه ثقال ونبدأ رح يدخل فيه عمية الغلايين حنا نطفوه عليه هنا وخلوه يبرد بعد ما خلونا يبرد شوية نعمره في الفيرنتا ونو ولا في القوالب ولا في الكيسان عمره ون حبيته عمره حتى في القرع وحطوهم في الثلاجة خلوه يبرد الوقت اللي يبرد خلطه وتكلوه كما تكلو الياغورت ولا تكلوه الدناوو يعني يجي القوام بتاعه ومره اثقيله ومره وسائل ويجي وحد البنة فيه ما شاء الله اعطوه الولادكم يدوه معهم المدرسة وياكلوه يعني واحد الماذاق مميز 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 وبنين بزاف خلو ما تحتشو الدانون من الدانون لأي ياغورت من المحلات وراكوا تشوفوا السعر تاعو شحر غالي بزاف انا هنا نحضر وراني نحضروا كون يسمعون اصحاب المصانع راهم يقطعوا لي راسي من الهضرة تاعي اما لكما حبيتو ندلكم بيبلي سيتي هيا ما لاجيبو لي المسموم وندلكم بيبلي سيتي للمنتجة تعكم اما لكذا انا ما ندلكمش وراني ندير الحاجة الاقتصادية اللي توالمناه كامل على هاتجال المعيشة راح يتغلى وتزيد ولازم واحد يقتصد قد ما يقدر لازمنا ندخله في عملية التقشف لازم نتقشف من الحملية لازم نأكل حاجة نأخذها في البيت ونكون بنينة وصحية ونعرفوشها لاننا نأكلهم هيا تهلا وفرعتكم لا تنسوا بالإعجاب والبرتاج وكل شيء كل شيء كل شيء سلام